في قديم الزمان بعث الله نوح بن لامك عليه السلام نبيا إلى قومه بعد أن انتشرت في زمنه عبادة الأصنام فهو أول رسول بعثه للناس وهو من أولي العزم من الرسل أرسله الله لقومه الذين كانوا يصنعون أصناما لأناس صالحين ماتوا أمثال الرجل الصالح ود والرجل الصالح سواع والرجال الصالحين يعوق ونسر ويغوث وبعد فترة وسوس لهم الشيطان فأصبحوا يعبدون هذه الأصنام رأى نوح عليه السلام مجموعة من قومه كانوا يعبدون صنما فقال لهم ما هذا الصنم الذي تعبدونه من دون الله إنه ود هل تعرفه؟ أجابه نوح عليه السلام متعجبا ولكن ود كان أحد عباد الله الصالحين ونحن نعبده لهذا وقد كان آباؤنا يعبدونه قبلنا قال سيدنا نوح عليه السلام ما كان آباؤكم يعبدونه ولكن الشيطان وسوس لهم أن يصنعوا له صنما يشبه غد حتى يشجعهم على عبادة الله ووسوس لهم بأنهم بذلك يتقربون إلى الله وبعد تابع نوح عليه السلام ثم أتيتم أنتم فتركتم عبادة الله ووسوس لكم الشيطان أن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام إليك عنا يا رجل قال نوح عليه السلام إني أدعوكم لعبادة الله وحده الذي خلقكم وهو الأحق بالعبادة عبد الله يغفر لكم ذنوبكم ما نرى يا نوح إلا أن بك ضلالة فأجابه نوح عليه السلام يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وهكذا دعا نوح عليه السلام قومه لعبادة الله عز وجل وحده بالترهيب والترهيب ليلا ونهارا لكنهم أمعنوا في الضلال والكفر فكانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم فوق رؤوسهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح بل وحرّضوا سبيانهم على عدم الاستماع إليه خوفا من أن تلامس دعوته قلبا رقيقا لم ينجب البعض بالكفر والعسيان ولنسمع هذا الحوار بين رجل وولده الصغير يا ولدي هل سمعت بنوح؟ لا يا أبي إنه رجل يدعي أنه مرسل من عند الله يريد أن نترك عبادة الأصنام لا تستمع له إذا لقيته فهو كذاب مخادع لبيك يا أبي نوح مخادع نوح مخادع يا لكفرهم وضلالهم حتى الأطفال الصغار يربونهم على الكفر؟ نعم يا أحمد توعد قوم نوح نوحا عليه السلام بأنهم سوف يعذبونه ومن آمن معه وأنهم سوف يخرجونه من بلده إن استمر في دعوته أنت تدعي النبوة وقد اتبعك أرذل القوم وأقلهم شأنل فأجابه سيدنا نوح إن هؤلاء أعظم عند الله منكم ولكنهم تبعوك بسرعة من غير روية وطول تفكير أجاب سيدنا نوح عليه السلام وهذا يدل على عظم إيمانهم وهذه حجة لهم لا حجة عليهم يا قوم إني أدعوكم إلى الخير فاستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يا قوم ما لكم لا تخافون الله الذي خلق سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجا يا قوم الله خلقكم من الأرض وإليها تعودون فعودوا إلى الله وإلا مسكم عذاب عظيم ولما يأس سيدنا نوح من قومه وتيقن من عدم صلاحهم وأنه لا خير فيهم دعا عليهم بالعذاب وقال ربي إني دعوت قومي ليلا نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ودعا ربه وقال إني مغلوب فانتصر ربي لا تترك على هذه الأرض كافرا عاصيا ربي إن تركتهم فلن يكون من ذريتهم إلا فاجر كافر ودعا أن ينجيه الله وأهله ومن معه من المؤمنين فلب الله طلبه وآمره بزرع الأشجار وبينما نوح عليه السلام يزرع الأشجار لماذا يا رسول الله تزرع هذه الأشجار؟ قال نوح عليه السلام لقد أمرني الله سبحانه وتعالى بزراعتها حتى أصنع منها عندما تكبر سفينة كبيرة انتظر نوح مئة عام حتى كبرت الأشجار فأخذ بتقطيعها وأخذ يصنع السفينة ولكن يا رسول الله من علمك صنع السفينة؟ فأجابه سيدنا نوح إنه الله الذي علم كل شيء في أحد الأيام والمؤمنون مع نوح من همكين في صنع السفينة انظروا إليهم إنهم يصنعون سفينة وبعد أربعين سنة أنهى سيدنا نوح ومن معه صنع السفينة حيث جعل طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراع وارتفاعها ثلاثين ذراع وطلع ظاهرها وباطنها بالقار وكانت ثلاث طبقات كل واحدة عشرة أذرع السفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوق مطبق عليها ولكن يا نوح كيف ستسير بها في البر وليس هناك باء نظر إليهم نوح عليه السلام ولسان حاله يقول هذا ما أوصلكم إليه عنادكم وكفركم وطغيانكم أمر الله نوح عليه السلام بأن يحمل في سفينته من كل نوع من المخلوقات اثنين ذكرا وأنثى وامره أن يحمل من آمن من أهله ومن آمن من قومه وكان من آمن من أهل بيته هم أولاده الثلاثة حام وسام ويافث ثم تفجرت ينابيع الأرض متدفقة هائجة وأرعدت وأمطرت السماء بماء منهمر فحدثت طوفان وكان ابن نوح الرابع واسمه يام من الكافرين فلم يركب مع أبيه السفينة رأى نوح عليه السلام ولده فقال له يا ولدي آمن بالله واكفر بعبادة الأصنام واركب معنا فإن الله سوف يهلك هذه الأرض ويغرقها بالماء إلا تخط علي سوف أصعد إلى قمة جبل يحميني من الماء دعا نوح ربه فقال إن ابني من أهلي ولقد دعوتك بأن تنجي أهلي فأجبت فأجابه الله عز وجل بأن ابنك ليس من أهلك لأنه كافر ولا تسألني ما ليس لك به علم فاستغفر نوح الله وعرف أن هذه هي إرادته فأغرق الله جل قدرته الأرض ومن عليها حتى أن زوجة نوح كانت من المغرقين لأنها كانت كافرة وكانت الأمواج كالجبال أغرق الله الأرض إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة وارتفع الماء فوق أعلى قمة جبل أعلى الأرض بقيت السفينة طافية على الماء مئة وخمسين يوما ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تبتلع ماءها وأمر السماء أن تتوقف عن الإمطار وأرس السفينة على جبل يسمى الجود فنجى نوح عليه السلام ومن معه وعده الله تبارك وتعالى بأن لا يهلك الأرض بطوفان مرة أخرى